هو موضوع الساعة الغلاء الذي يطال أسعار المواد الغذائية الملف بثقله فرد نفسه على طاولة رئيس الحكومة في الثاني اجتماع حكومي أسبوعي في رمضان حضره رشاد أبردان حديث السوق أسعار منتوجاته وترقب المستهلكين على طاولة النقاش في المجلس الحكومي رئيس الحكومة جدد تأكيد على مسؤول القطاعات المعنية لمضاعفة المجهود والتعبئة الشاملة حفاظا على استقرار الأسعار يبدو أنها تشهد بعض التراجع لنأكد الآن هو أنه بدل منحة ديال هذه الأسعار يأخذ واحد منحة تنازلي وهذا مهم جدا مهم جدا والحكومة سوف تستمر في العمل بهذا النفس الجماعي وطبعا في هذه المتابعة الدقيقة والهدف هو أن هذه المواد كلها ترجع لمستوى المعقول والطبيعي المجلس الحكومي تداول أيضا مشروع قانون يتعلق بتدبير السجون مشروع قانون يتغيى الحفاظ على سلامة السجناء تحسين ظروف اعتقالهم وإعادة إذماجهم ويهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في المحافظة على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية الاجتماع الأسبوعي نقش أيضا وصدق على مشاريع أخرى منها إحداث جائزة لاتفاقيات شغل الجماعية في محاولة لتشجيع المفاوضة الجماعية وحثا على إبرام هذه الاتفاقية